السباق داخل حزب المحافظين لخلافة ديفيد كاميرون بدأ بشكل رسمي عاقب الاستفتاء لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الحزب الحاكم وجد نفسه في دوامة أظهرت انقساما كبيرا في صفوفها من بين الأسماء المرشحة لخلافة كاميرون تيريزا مي وزيرة الداخلية التي تحظى بنوع من الإجماع لدى المحافظين المرشح الثاني الأوفار حظا هو بوريس جونسون عمدة لندن السابق الذي كان أحد الأوجه الفعال في الصف المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي وإلى غاية مساء الأربعاء كان ستيفان كراب وزير العمل المرشح الوحيد المعلن كراب الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يمكن العودة إلى الوراء ولن يكون هناك استفتاء ثاني بعض المصادر أشارت أيضا إلى إمكانية ترشح ليام فوكس وزير الدفاع السابق وفيما يخص الوضع المتأزم لدى حزب العمال المعارض ديفيد كاميرون تحدث الأربعاء عن جيريم كوربين قائلا ربما من مصلحة حزبه أن يبقى في منصبه لكن ليس في مصلحة الوطن ما بوسعي قوله بحق السماء يا رجل إرحل هشاشة الوضع التي يتواجد فيها كوربين على رأس حزب العمال تجسدت في تصويت 172 نائبا لصالح حجب الثقة منه مقابل مساندة 40 نائبا فقط كوربين الذي واجه موجة واسعة من المعارضين في صفوف الحزب وجد حكومة الظل العمالية التي ترأسها شبه خالية بعد استقالة ثلثي أعضائها بسبب معارضتهم لبقائها ومن بين المرشحين لقيادة حزب العمال نجد أنجيلا إيغل المستقيل من حكومة الظل وكذا توم واتسون نائب كوربين ترجمة نانسي قنقر